وعشية الحدث الافريقي أجرى وزير الدولة وزير شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وشؤون الافريقية أحمد عطاف بوهران محادثات ثنائية مع وزير العلاقات الدولية وتعاون بجمهورية ناميبيا بيا موشيلينغا وقد شكلت المحادثات فرصة لاستعراض واقع وآفاق العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين وبحث سبل الرقي بها إلى فضاءات أرحب وبالمناسبة أعرب الوزيران عن ارتياحهما لتطبق مواقف البلدين بخصوص القضايا الرهنة على رأسها القضية الفلسطينية ومسألة تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية كما تعلمون لنا علاقات وطيدة وقديمة مع الجزائر تطرقنا إلى مختلف القضايا السياسية والاقتصادية المتعلقة ببلدين خاصة وأننا نتقاسم نفس الرؤى في العديد من القضايا على غرار قضية الصحراء الغربية فنحن مقتنعون بحق الشعب الصحراوي في تقرير مسيره وهناك تطابق في مواقف بلدين تجاه قضية الشعب الصحراوي ومختلف القضايا الراهنة على الصعيد القاري والدولي وفي صدارتها القضية الفلسطينية كما كان لنا محادثة حول أفاق تعزيز العلاقات الثنائية في الجانب الاقتصادي ترجمة نانسي قنقر